لا يقتصر الحديث عن السياحة في جبيل على قلعة صدر الفنيقيون منها الحرف ولا على جولة في أسواقها العتيقة أو رحلة في بحرها الأزرق ففي قضاء جبيل على بعد كيلومترات صعودا نحو الجبل خضرة ومحميات لم تنن نصيبها بعد في قطاع السياحة محمية بن تاعل كانت المحطة الأولى في الجولة الأعلامية التي دعا إليها النائب زياد حواط المحمية الممتدة على مساحة ألف ومائة متر مربع شرقية مدينة جبيل تعد أولى المحميات في لبنان لا ينقصها إلا التسويق واهتمام السلطة جبيل بيترولا الحقيقي هو السياحة كلما مننعش هذا المورد كلما منطوره كلما منجزب أكبر عدد ممكن من الناس يجو يتجولوا ليس فقط في مدينة جبيل إنما في كل كرة قضاء جبيل لأنه كل ضيعة كل قرية كل منطقة إلى خصوصيتها إلى نوعية سياحة أولى رح نبلش بمشروع ترويجي لكل ضياعنا وقرانا الجبيلية ونبلش نقدر نستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار إلى كيفة كرة قضاء جبيل في المحطة الثانية تستقبلك محمية جيج بأرزها الذي يحكي عن خشب حوله الفنيقيون إلى سفن فيما باعه الرومان وأحرقه العثمانيون لصناعة أسلحتهم المحمية الممتدة على مسافة 200 ألف متر مربع تحوي 173 أرزة معمرة فيها واحدة بيانيته من سمية ستة الكلية اللي هي أكبر أرزة في لبنان لحديثها اللي بينها فيه 150 صنف لليوم بعد الدراسات ماشية فيها أماكن أخرى يعني إشاج الطبيعية موجودة بالجبل شو اللي عم يمنع أن تكون محمية أرزجاج معروفة مثل المحمية الأخرى؟ أهم شيء التسويق جبيل التي تستقبل سنويا أكثر من مليوني زائر لا تبخل في تقديم الخدمات من بحرها إلى أعلى قممها فمن صدر الحرفة إلى العالم لا يصعب عليه أن يكون ركنا أساسيا يستند إليه القطاع السياحي جوال حج موسى قناة الجديد